تعالوا لنرى لنسمع قول الله سبحانه وتعالى وبعدها أنت أخي المؤمن أختي المؤمنة اختاروا الطريق الذي تريدونهم لكن علينا نحن أن نبين لأننا بفضل الله وكرمه ومنه وجوده وإحسانه ذقنا حلاوة القرب من الله تعالوا لنسمع قوله تعالى والله أحبتي في الله تقول عندما تقرأ هذا يعني سبحان الله دمعتك تنزل بلا استئزان فتقول يا رب هل أنا من هؤلاء أم من أولئك هل أنا من الذين يتتوعدهم بعذابك أم من من ستكرمهم بنعيمك لكن علينا أن نسمع علينا أن نعلم اسمعوا إلى قول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه يعني ما في كبير وصغير ما في مسؤول ضعيف ما في أمير أو حقير الكل يقف بباب الله سبحانه للحساب فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون من منا وقف عند هذه الآية فدمعت عينه وعاهد الله أن يكون عمله فيما يأتي خير وبركة أن يعاهد الله أن لا يعصيه في كبيرة وأن يغفر له الزلة والصغيرة